موسيقى واحدة بتقول انا يا ابونا ذكرت كل انواع الاديان وكمان كونت كنت مصحبة مجموعة ناس ملحدة ومقنعة في نفس الوقت وربنا كان سايبني وحصل موضوع في الوقت ده خلاني احس ان ربنا مش موجود وقريت كتير كتير عن الالحاد والملحدين واتعمقت في الالحاد انا ما زلت على ديني بس تفكيري مشتت جدا وسألت ربنا لو انت موجود ارجوك تقولي بس طبعا بلا رد وانا عايز ارجع بس فعلا تفكيري مشوش بالكامل مشكلتي معاه مش بعده لكن مشكلتي معاه في وجوده الحقيقة يعني سامحني انت وقعت في مشكلة انك دخلت نفسك في دواير الملحدين وبالتالي دواير الشك وانت حتى علاقتك بربنا كانت ضعيفة وبالكتاب المقدس كانت ضعيفة وما قدرش اقول ان كانت في علاقة قوية تقدر ترد على كل حروب الشك واي انسان بيتعرض لحروب الشك كتير غصبا عنه ممكن فعلا يخشه الشك في وجود الله بالرغم ان فيه حاجات بدائية جدا 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 تثبت وجود الله وتثبت وجود الخلقة وتثبت التدبير وزاي ربنا خلق ذكر وانسة والذكر بامكانيات ان يضع البذرة والمرأة من خلال رحمها هي الارض وزاي ربنا دعني الاسباتات كتيرة اوي 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 اللي انا عايز اقولهولك حاول تقرأ كتب في اثبات وجود الله واعتقد فيه ابونا يعني هجيب لك اسمه المرة اللي فاتت او اسف المرة الجاية كاتب مجموعة من الكتب بتتكلم على اثبات وجود الله وفيه محاضرات على النت كتير اوي بتكلم على اثبات وجود الله اثبات منطقي فربنا موجود موجود اردت ام لم ترد لان لا يوجد اي شيء من كل النصريات المخطرفة اللي بتتكلم على وجود الانسان الانسان الجوي اتكون من خلية قعدة اربعة مليار سنة تتطور طب الخلية دي ازاي عرفت تعمل زكر وتعمل انسة وتعمل حيوانات منوية وتعمل بويضات كلام يعني كلام فاضي الحقيقة وازاي تعمل قلب والقلب يدخل وما يخرجش ويخرج وما يدخلش يعني اي واحد دارس شوية طب يثبت من خلال الطب معجزة الخلق انه ورا الخلق ده مدبر وخالق عظيم قوي الحاجة التانية تستكش في المسيح في حياتك بطريقتين انك كل يوم تقوله ارجوك حتى لو انا توهت نفسي عنك ممكن انت تيجي وترجعني ليك تاني انا توهت تعال رجعني زي الخروف الضال وابتدي اقرى الاربع انا جيل بس لو سمحت وركز على كل اللي خرج من بق المسيح وكل اللي عمله المسيح وده هيثبت لك حاجات كتيرة قوي هتقولي طب الانا جيل نفسي بشك فيها هقولك زمان لكان في واتساب ولا كان في يوتيوب ولا كان في حتى بسطة فازاي مرقص كان في بلد ومتى كان في بلد ولوءة كان في بلد ويوحنة كان منفي وكل واحد فيهم كتب بشارة في مضمونها تتطابق مع كل اللي قاله التلاتة التانين من حيث ميلاده من حيث معجزاته من حيث محاكمته من حيث صلبه من حيث ايامته انا دي النهاردة ما عنديش وقت اكلمك على الاثباتات لكن انا اقولك الموضوع بسيط قوي بس انت لازم تقرأ ولازم تتكلم معاه وتقوله انا زعلتك قوي ببعادي عنك رجعني ليك واعلني عن ذاتك يا رب ولو من قلبك ربنا مش هيسيبك